بسم الآب والابن الروح الكدس الاله الواحد أمين المجدول الآب والابن الروح الكدس الآن وكل أقوان وإلى دهر دور كلها أمين نلتقي مع القديس كريلوس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري لوء البشير الإصحاح التسع عشر العزة مية وتسع وعشرين بعنوان مثل الأمناء بقية المثل فيها القديس كريلوس بيشرح المثل اللي ورد في الإصحاح التسع عشر من الأعداد حدوشر لسبعة وعشرين يهرب المديونون من مداينيهم لأنهم يعرفون أنهم مزعجون لكن ليس الأمر هكذا بالنسبة لي لأنني جئت لأفي بدين وأحقق ما وعدت به بل وإني أتعقب المداينين بدلا من أن يتعقبونهم فما هو إذن الشيء الذي وعدت به وما هو الدين في اجتماعنا الأخير قرأ علينا مثل طويل ولم نكمل شرح سوى جزء صغير منهم واحتفظنا بالباقي لاستكماله في اجتماعنا المقدس هذا وكان المثل كما يلي إنسان شريف الجنس ذهب إلى كرة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع فدع عشرة عبيد لهم وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي وأما أهل مدينته فكانوا يبغدونهم فأرسلوا وراءه سفار قائل لنريد أن هذا يملك علينا ثم أضاف على هذا الكلام أيضا أنه لما عاد الإنسان الشريف الجنس بعدما أخذ المل طلب من أولئك العبيد الذين وز عليهم الأمناء أن يقدموا حسابا عن تجارتهم بدأ القديس كريلوس المثل أو شرح العزة بتاعته بأنه بيشبه الموعوزين بالمدينين اللي بيدينوه بالتعليم اللي كان وعد به في العزة اللي فاتت هو كمديون عليه إفاء دينه اللي هو التعليم فهو بيقول أنا أوفديني وأنا اللي بتعقب المدينين بدل ما هما يتعقبوني وطبعا ده تجبيه كميل منه على أهمية بحث الراعي عن الرعية وابتدأ يسرد المثل اللي يتذكر في العزة اللي فاتت هل هو مثل أمناء أنه كان فيه واحد شريف الجنس سافر وعطى عبيده أمناء هي الأمناء دي عبارة عن وزنات يتجروا فيها ولما رجع طلب منهم أن هما يقدموا حساب عن متجرتهم في شرحنا السابق أوقفنا كلمتنا التي كانت بأقصى سرعة عند عبارة أن أهل مدينته أبغضوا ولم يريدوا أن يملك عليهم والآن سأحدثكم عن أولئك العبيد الذين أتمنهم سيدهم على الأمناء واستقصي عن من هم الذين تاجروا ولذلك تم تكريمهم ومن الجهة الأخرى من هم المشارء إليهم من هو المشارء إليه بأنه عبد كسول وبليد الذي أخفى الوزنه ولم يربح عليها شيئا ولهذا السبب جلب على نفسه دينونة صارم لذلك فإن المخلص يوزع على من يؤمنون به أنواعا من المواهبة الإلهية ونحن نؤكد أن هذا هو المعنى المقصود من الوزن قديس كروز بيقولي الشرح السابق العزة السابقة وإفنى عند العبارة أن أهل مدينة الملك الشريف الجنس أبغطوا وما كانوش عايزين يملك عليهم وهنا إخليس كروز بيقول أنا أتكلم عن العبيد اللي اقتمنه واللي تجره وتكرمه وفي نفس الوقت هو أشير إلى مين هو العبد الكسول البليد اللي أخفى الوزنه وما ربحش شيئا منها وبالتالي جلب على نفسه دينونة صارم لذلك المسيح إلهنا مخلصنا وزع على المؤمنين به أنواع من المواهبة الإلهية وده المقصود بالوزنة وفي الواقع هناك فرقا أعظيما بين أولئك الذين أخذوا الوزنات وأولئك الذين أنقروا ملكه تماما قديس كروز بيقولنا في فرق ابن اللي أخذوا الوزنة وإلا أنقروا ملكه أو رفة هو يملك عليه لأن الذين طرحوا نير ملكه فأولئهم متمردون بينما الآخرون قد اكتسوا بمجد خدمته لذلك فك عبيد أمناء فقد استأمنهم سيدهم على ثروته حتى إذا ما ربحوا شيئا بالمتاغرة بها يمكنهم أن ينالوا المتح اللائق بالخدمة الأمينة وأيضا أن يحسبوا جديرين بتلك القرامات التي تدوم إلى الأبد الناس الأنقر وملك المسيح هم متمردون لكن اللي أمنوا بيه وخدوا أنهم على عطقهم أو في نيتهم أنهم يخدمون فدول كعبيد أمناء المسيح استأمنهم وأعطاهم صروته عشان يربحوا بيها طبعا الصروة هنا مقصود بيها ملكوته وروحه الكدوس وكل النعم اللائقة بالله عشان ينالوا المتح بالخدمة الأمينة اللي هم أقدموها ويكونوا عندهم استحقاء أنهم ينالوا الكرامات الخاصة بخدمته أما بخصوص طريقة التوزيع ومن هم الأشخاص وماذا تعني الوزنات التي وزعها الله وإن كان لا يزال يوزعها إلى هذا اليوم فهذا يبينها الكتاب المقدس بوضوحه سكرولوس هذا الكتاب المقدس بيشرح حاجة كتير زي طريقة التوزيع من هم الأشخاص الوزنات اللي وزحها ربنا تعنيه هل هو بيفضل يوزعها إلى اليوم ولا لا فإن بوليس الطباوي يقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد وأنواع عمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في كل إنسان وإذ يشرح بعد ذلك مقاله فإنه يكرر أيضا أنواع المواهب اللي على النحو التالي فإنه لواحد يعطي كلام حكمة ولآخر كلام علم ولآخر إيمان ولآخر مواهب شفاء وهكذا ولذلك فإننا نجد أن تنوع المواهب واضح في هذه الكلمات قديس بوليس قال لنا أن ربنا بيعطي أنواع مواهب لأن الروح واحد لكن المواهب متعددة الرب واحد لكن الخدم متعددة الله الأب واحد لكن الأعمال متعددة وقال أنه يعطي كلام حكمة لواحد وكلام علم لآخر كإيمان لواحد ومواهب شفاء لآخر وكل دي أنواع من المواهب وضحتها كلمات بوليس الرسول أظن أنه بعد هذا يجب علي أن أذكر من هم الذين ائتمنهم المسيح على هذه المواهب بحسب قياس استعداد كل واحد وميله لأنه يعرف كل ما هو في دخلنا إذ إنه هو الله ذاته الذي يفحص الكلا والكلوب لكن لنراحز أن إنجيليا آخر هو على وعي باختلاف في كمية الوزنات التي تم توزيعها فيقول أعطى واحد خمسة وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنا هنا القديس كرلوس يقول المفروض أذكر مين اللي ائتمانهم المسيح على المواهب على حسب استعداد كل واحد وميله لأنه الله هو فحص كلوبنا وكليتانا ووضح إنجيل متى أن عدد الوزنات مختلفة لما قال خمس وزنات ووزنتين ووزنا أنت ترى أن التوزيع قد صار بحيث يناسب قياس الملكات التي لكل واحد قديس كرلوس بيقول هنا أن التوزيع على حسب كدرات الإنسان كل واحد له كدرات مختلفة عن التاني فالله بيوزع على حسب الكدرات المختلفة فبالنسبة لأولئك الذين ائتمنوا على الوزنات فهلوم ولنعلن على قدر طاقتنا من يكون هؤلاء إنهم أولئك الكاملون في الذهن الذين يناسبهم الطعام القوي والذين لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر هم أولئك الماهرون في التعليم باستقامة وعلى معرفة بالتعاليم المقدسة الذين يعرفون كيف يوجهون أنفسهم والآخرين إلى كل عمل أفضل وباختصار فهكذا كان التلميز الحكماء فوق كل الآخرين ثم يأتي بعد ذلك هؤلاء الذين خلفوهم في خدمتهم أو الذين يقومون بهذه الخدمة اليوم أي المعلمون القديسون القائمون على رئاسة الكنائس المقدسة الذين يسوسون الشعوب ويعرفون كيف يرتبون كل شيء لمنفعة أولئك الخاضعين له قديس كوروس بيقول لنا مين هم اللي اقتومين على الوزنات قال هم الكاملون في الزهن يعني إيه الكاملون في الزهن يعني اللي ليهم روح وزهن وقلب واعي وكامل في حياة الفضيلة اللي بيناسبهم الطعام القوي اللي عندهم حواسهم مدربة على التمييز بين الخير والشر اللي عندهم مهارة في التعليم باستقامة وعلى معرفة عميقة بالتعليم المقدسة واللي بيعرفوا إزاي يوجيهوا نفسهم والآخرين إلى كل الأفضل وبالاختصار التلاميذ كانوا كده حكماء فوق كل الآخرين ومن بعد التلاميذ اللي خلفوهم في خدمته أو اللي بيقوموا بالخدمة اليوم زي المعلمون والقدسين البطاركة والأسقف والكهنة والخدام اللي بيقوموا على رئاسة الكنائس وبيخلوا الشعوب تعرف المعرفة الله وبيرتبوا كل شيء لمنفعة الخاضعين له يكمل القديس كوروس يقول ويمنح المخلص مواهب إلهية متنوعة لهؤلاء حتى يكونوا أنوارا في العالم ومتمسكين بكلمة الحي المسيح مش بس كده ده بيعطي لهؤلاء مواهب إلهية متنوعة خاصة عشان يكونوا أنوارا في العالم ومتمسكين بكلمة الحياة وهم بوعظهم للشعب الذي تحترقاتهم وبإعطائهم المشهورة التي هي نافعة للحياة وإذ يجعلونهم هابتين ولهم إيمان مستقيم وبللون فإنهم إنما يربحون بالمتاجرة وزنتهم ويصعون إلى النمو الروحي هؤلاء المعلمين لما بيعظوا الشعب اللي تحت رعايتهم ويعطوهم المشهورة اللي تنفحهم في حياتهم وبيجعلوهم سابتين وليهم إيمان مستقيم من غير له فدول بالطريقة بكل اللي هم بيعملوه ده بيربحوا بالمتاجرة وزنتهم وبيسعوا إلى النمو الروحي إنهم متوابون جدا ويربحون النصيب الذي يليق بالقديسين لأنه عندما يعود الإنسان الشريف الجنس أي المسيح بعد أخذه الملك فسوف يحسبون جديرين بالمتح ويبتهجون بإكرامات فائقة لأنهم إذ يضاعفون الوزن عشر مرات أو خمس مرات وذلك بربحهم أناسا كثيرين فإنهم سوف يقامون على عشر أو خمس مدن أي إنهم سوف يصيرون رؤساء أيضا ليس فقط على من ترقصوا عليهم سابقا بل أيضا على آخرين كثيرين قديس كريلوس هنا بيقول إن التلاميذ أو المعلمين هيكونوا مطوبين جدا ليهم السعادة والتوبة لأنهم هياخدوا نصيب يليق بالقديسين إن المسيح لما ييجي بعد ما ياخد ملك وشفنا القديس كريلوس قال يعني إيه ياخد المسيح ملك ده بسبب تجسده طبعا هيكونوا المعلمين دول جديرين بالمتح ويليهم كرامات فائقة فرحهم وبسبب إنهم ضعفوا الوزنات اللي خدوها بربحهم للناس فهما يقاموا على عشر أو خمس مدن يعني هيصيروا رؤساء مش على الناس اللي هم كانوا بيخدموهم بس لا على أناس آخرين لأجل هذا السبب نجد القديسين يمجدون ويقدمون تسبيح حرفانهم الصاعد إلى المسيح الذي يكللهم ويقولون بثم المرنم أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا هؤلاء المعلمين بيمدحوا المسيح ويقولوا أنت أخضعت الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا أما أن تكون الممارسة والقصد المجتهد للقديسين أن يجعلوا أولئك الذين يعلمونهم شركاء للنعمة التي أعطاها المسيح لهم فهذا يمكن لأي شخص أن يتعلمهم من الرسالة التي أرسلها الطباوي بوليس للبعض ويقول لأني مشتاقم عن أراكم لكي أمنحكم هبا روحية لثباتكم طبعا هدف القديسين ليس أن هم يسودوا على البشر أو المعلمين ويكونوا رؤساء عليهم لكن هدفهم أن هم يعلموهم أن هم يكونوا شركاء للنعمة التي أعطاهم المسيح لهم هم يصيروا معلمين معهم زي ما بوليس الرسول قال أني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبا روحية لثباتكم كما يشهد أيضا لتلميديه تيموثاوس لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بوضع يدي لأنه يريد أن يسمو في تعليمه لرعاية والمخلص نفسه يقول أيضا في موضع ما في مثل آخر من هو العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه توب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا بالحق أقول لكم أنه يقيم على جميع ماله وما معنى أنه يعطي العبيد رفقاه الطعام سوى أن يوزع على الذي أوكل إليه رعايته منفعة الأرشاد الروحي ويجبع بالزاد الروحي أولئك الجياع إلى البر طبعا هدف القديسين أنهم يعطوا المؤمنين مش بس الإرشاد ولكن يعطوهم أنهم يكونوا شركاء في النعم نعمة التعليم ويصيروا معلمين مثلهم ويعطوهم الإرشاد ويشبعوهم بالزاد الروحي لكل واحد هو جائع إلى البر لذلك توجد كرامات وانتصارات وأكاليل لمن تعبوا وأحبوا الخدمة لكن يوجد خزي لأولئك الذين تصلت عليهم الكسل هنا كلمة قوية من القديس كريلوس عن أهمية التعب في الخدمة وحبها وقد إيه الإنسان يبقى في خزي لو تصلت عليه الكسل في الخدمة لأن الذي أخفى مناه في منديل صار عرض لدينونة مرعبة لأنه تقدم إلى سيده قائلا هو ذا ملك لكن السيد قال له إن القصد الذي أخذت لأجله المنى ليس لكي تحفظه في خفية وإن كنت قد عرفت إني صارم إني إنسان صارم أحصد ما لم أذرع وأجمع ما لم أضع فهذا الأمر نفسه يجعل دنبك أسقل وهو لا يعطي عزرا مقبولا لتكاسلك وإن كنت إنسان صارما أحصد ما لم أذرع فلماذا لم تعطي الهبة التي أخضقت عليك أي المنى للصيارفة أي لماذا لم تستفمرها لسعادة أو لمنفعة أولئك الذين يعرفون جيدا كيف يتاجرون بما قد أخذوه منك فكنت متى جئت أستوفيه أي أن أستعيد مرة أخرى مع ربح لأنه من واجب المعلمين أن يزرعوا يغرسوا المشورة النافعة والخلاصية في أذهان سامعيهم أما أن يدعو للطاعة أولئك الذين يعلمونهم وأن يجعلوا ذهنهم مثمرا جدا فهذا إنما هو فعل تلك الكوة التي يمنحها الله قديس كورولوس حذر من عدم النشاط وسوء الكسل وقال إن اللي أخفى المناه بتاعه في منديل صار عرضة للدينونة لأن المسيح لما تقدم إلي وقال له فين اللي عندك فين اللي عندك الراجل قال له هو زملك ده اللي أنت أخطتهني لكن ربنا يسوع عطاه عشان القصد منه أنه يتاجر به مش يحفظه في خفي والراجل تكلمه بلغة قاسية قال له أنت إنسان صارم تحصد ما لم تزرع وتجمع ما لم تضع فالمسيح قال له طب أنت ليه أو السيد قال له أنت ليه محتطهاش عند السيارة السيارة دي هم رمز للناس اللي بتعرف تتاجر كويس عشان تربح أنت مش عارف تتاجر وتربح طيب سلم نفسك لحد بيتاجر ويربح لكي يعلمك كيف تتاجر أو تربح هذا هو الربح لأن أولئك الذين يسمعون الكلمة المقدسة وقتما يقبلون في ذهنهم منفعتها أي قوة الكلام ويكتهدون بفرح في العمل الصالح حينئذ فهم يقدمون ما أعطي لهم معها ذيادة لذلك يقول السيد خذوا منه المنى وأعطوا للذي عنده العشرة أمناء لني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فحتى الذي يظنه له يؤخذ منه لأن ذلك العبد الكسول تجرد حتى من الهبة التي أغضقت عليه أما أولئك الذين تقدموا في الطريق الأفضل وبرهنوا على إنهم مرتفعون فوق التكاسل والتراخي فسوف ينالون بركات جديدة من فوق وإسقد امتلأوا بالمواهب الإلهية فسوف يرتفعون إلى نصيب مجيد ومثير للإعجاب المسيح لما لقى الراجل ده مش بيجاهد مش بيتعب خذ منه المنى وأعطاه للذي عنده العشرة لأنه قال له اللي له يعطى واللي ما عندهوش يؤخذ منه لأن العبد الكسول تجرد حتى من الهبة التي أغضقت عليه أما اللي تقدموا في طريق الفضيلة وبرهنوا أنهم فوق الكسل ما بيحبوش الكسل بيحبوا النشاط في الخدمة هينالوا بركات من المسيح ويمتلقوا من المواهب وهيرتفعوا إلى نصيب أعلى من النصيب اللي هم فيه أما وقد رأينا أمجاد القديسين فهلوموا لنفحص عذابات الأشرار الذين لا يريدون أن يملك عليهم ذلك الإنسان الشريف الجنس نحن شفنا في الفقرة اللي فاتت إن المسيح يكرم كل إنسان بيتعب في الخدم طيب الإنسان الشرير اللي مش عاوز المسيح يملك عليه يقول أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي كان هذا مصير الجنس الإسرائيلي لأنهم إذ أنقروا ملك المسيح فإنهم سقطوا في بلايا شديدة ولأنهم أشرار فقد هلكوا هلاكا رديا كذلك زمرة الهراطق الأشرار أيضا ينكرون ملك المسيح كما يفعل جميع أولئك الذين إذ هم يهملون واجب الحياة باستقامة يمضون حياتهم في النجاسة والخطي أولئك أيضا يكابدون عقوبة بتاء التي لأولئك المسجرون أعلى وسوف يمضون إلى الهلك قديس كروز بيقول أن الناس اللي مش عاوزين المسيح يملك عليهم هم ثلاث فئات واحد الجنس الإسرائيلي اللي أنقروا ملك المسيح اتنين الهراطقة اللي بينكروا ملك المسيح ثلاثة اللي بيبعدوا عنهم واجب الحياة باستقامة وبيعيشوا في حياة النجاسة والخطي دول برضو زي اليهود وزي الهراطقة بينكروا ملك المسيح عليهم العملي أما نحن في المسيح يسود علينا كملك ولنا رجاء صالح إننا أيضا سوف نحسب مستحقين لنصيب القديسين ويوضح حول رؤوسنا الإكليل اللاقب الثابتين لأن هذا أيضا هو هبة من المسيح مخلصنا جميعا الذي به ومعه لله الأب التسبيح والسلطان مع الروح الكدس إلى أبد الأبدين إن كان الناس اللي بتتكاسل لها أعقاب فإحنا اللي بنؤمن أن المسيح ملك علينا لينا رجاء إننا سوف نحسب مستحقين نصيب القديسين وتكلل رؤوسنا بالإكليل اللاقب الثابتين في الإيمان لأن هذه الأكليل وهذا النصيب هو هبة من المسيح إلهنا نختم عزة القديس كريلوس الأنارطعي والنوء لبنا ونلتقي معاه في العزة 130 بعنوان يسوع يدخل أرشالين ولربنا كل مجد وكرامة في كنسته من الآن وإلى الأبد تأني